ككل سنة ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تقصد العائلات محلات بيع لوازم الحلويات لاقتناء ما تحتاجه لأعداد أشهى أنواعها والمسجل هذه سنة الغلاء الكبير لأسعار لوازم الحلويات الحركة بالنسبة لنا تغير سقوصة إلا ديفيرونسا مقران إننا ما شاء الله سقوصة لنشعب لن يقل لن يتسمى بالنسبة لهم الساعة النورمال عادي لن يقل لن جارينا سقوصة أدي سليزلي التوهي غاو سيسنتي ويكرروا وحميشا مننا السلعة تقريبا تسعين في المئة ثوفرة يعني ثوفرة إنما القدرة الشرعية الموطنة تعيينت بالنسبة للمقرن لا العموية بقى ما بخمسين حتى سبعين في المئة يعني أما بالنسبة لما تلاحظة غير شيئا نعم من جهة أخرى تفضل الكثير من العائلات البتنية شراء حلويات العيد جاهزة من المحلات والأسباب مختلفة كما أنه الضغط بزفل الشاشة الخدمة كين العميلات والأستاذات الفرمليات هذو بزف مضطرين أنهم يشريوا ويعندهم مسؤولية في الدار ثاني أرانا نشري ونجدوا في الحوايش تعلقاتوا أرانا نشريه أرانا نشريه ونجدوا في العيد الحالة أرانا يمليحها لا بس وصحى رمضانكم وصحى عيدكم كما بكر إحنا وأنا واحد من الناس كنت نطيبوا في الدارك مهما كان الاختلاف حلوية العيد سواء تم تحضيرها في البيت أم تم اقتناؤها جاهزة من المحلات المتخصصة في ذلك فإن الهدف الرئيسي من كل ذلك صنع فرحة العيد خاصة للأطفال